موسيقى موسيقى قدرت القدم أنا بحبها من صغر كنت بشجع قرح من وقت تدعمني بشجع النادي الأهل ولا شرفك الزي كان من أحلامي طبعاً أكون لها بقرق قد أم داعي وكان قدواتي في قرق القدم لعب قرق أم زيدي 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 لعب رهي المدينة وعين كده سفيت اسمي على اسم الزي من أحب لي حاولت أن نضم الفرق قرق القدم في أكاديمية ونف في أدادي مثلا ولكن مع فرق قرق القدم أسوياء فالأسوياء كنت بطارة معه بس في فقال كبير بيننا في الملعب في القوة البدنية في الجاري في الصرحة كان كثير ما كان يبقيت أكافؤ بيننا بعدها بفترة بدأت أن أدور على فرق قرق القدم في الجوة الإعاقة أو الشجر الدماغي في الوقت ده ما كان يشي فيه دينة لا تحقيل ولا فئلة ولا حق بعدها بفترة في 2018 واحد صائف صديقي يعني اسمه عبدالله عصام أنشأ أول فريق قرق قدم في مصر من زوج الشجر الدماغي أول معرفة ده توصلت معي على طول على فيسبوك وكلمت وانضمت للفريق على طول في نص 2018 عفرنا كثير مع الفرقة لحد ما تعمل لنا التحقاد قاربنا هو التحقاد المصري للعابين زوج الشجر الدماغي وبدأنا بقى يبقى فيه بطلهاد فيه بطلهاد كهاز جمهورية في كلمر فيه دورات رمضان وبنتمنى إن شاء الله الفترة الجاية يبقى فيه منتخب مصر جزا في الشجر الدماغي لأننا دينا بطلهاد دولية دينا بطلهاد أفريقيا كهاز أعلم دينا حاجات كتيرة فبنتمنى إن شاء الله لتعادي يقدر وغيرت الشباب وليساعدنا إن يكون فيه منتخب مصر لتعاوية أجي من قررة الخدمة إن شاء الله رهيب جدا بشكل عامل داود إعاقاب ببعا فيها أسوأ بقى كتيرة أولا هذا أبعاا التعامل في العقل مثلا فيه أربس في الماشي في الأول في الأول ما أكونش يبعمشي أمد وسط وعملت عمليات كتير أول عشان أقدر أعف بعد كده أمشي بعد كده أجري بعد كده كل القدم فبدأي شيء شيء أنا فأقول به إنه ما أكونش يبعمشي أرسل لقد بلعب كل القدم وبحقق كمان حاجات كبيرة أو بطلحات بكورة الخنة طبعاً التنمر اللي ما بينتشيش من الحياة دي أخواتي بيتنمر عليها فأجدها مش موجودة فينا أصلاً أنا كحسن التنمر مش بيفرق معي كان ذبين وأنا دخاليا كنت بيتهاي وبعاية وكلامي لكن دلوقتي أعرفت إن الشخص اللي بيتنمر عليها دي أخوة مش بطلق إثقاف أو أولا بالعقد إلا أنا فيها ولا بقائم أنا إيه ولا أنا بقابدي هو إنسان آكلة مش وراء أجد بس بيتنمر على أي حد وخلص من غير ما يعرف بتاع إيه ولا منت هو بيعمل إيه ولا درجة ثقافت وإيه فالتنمر أتمنى أنه أنت إيه عند أو الإعاقة بشكلها بشكلها حققت بطلق من الأعلمي أتمنى إن أنا حقق البعي وأحب بي جداً في عشو من اللاين وأحب بي الموديلينج كان نفسي أبقى موديل من قدرة كبيرة شاركت في سيشان وكنت أول شخص من لو يشعل الدماغي أعمل موديلينج وبس للأسف كانت أول القورونا وكانت القورونا وأفضوا بس بإذن الله إن شاء الله نلقعه منه حقق كل اللي بنتمناه بإذن الله اشتركوا في القناة